السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل ما بدناه في الشابتر نمبر 2 هذا الشابتر يعالج قوانين نيوتن حركة وقلنا هذه القوانين هي سلاس قوانين فيزيائية تؤسس الميكانيكا الكلاسيكية اليوم نأخذ القانون الثاني لأن نحن سبق أن نحن أخذنا القانون الأول هذا هو نص القانون القوة مضروها في التسارع هذا نص القانون بتاعنا قانون همي جدا قانون نيوتن الثاني تمام الام مضروها في التسارع يبقى الإهداء بيسموه التسارع وفي بعض الدول العربية التسارع يعني بيسموه العجلة يعني في الميكانيكا الكلاسيكية في دول بيسميه تسارع ويسموه أيضا في بعض البلاد العربية العجلة والتسارع هو معدل تغير السرعة مين المتجهة بالنسبة للزمن الإهداء تمام اللي هو التسارع تمام او العجلة وعبارة عن ايه معدل تغير سرعة متجهة تغير سرعة متجهة على مين على زمن ده ده عبارة عن العجلة او التسارع تمام وطبعا التسارع قد يكون موجب او سالب او بيسوي سفر طبعا حسب الحركة التسارع ده تسارع ده مقياس مقدار تغير او سرعة معدل سرعة بتاعت الجسم بتتغير ازاي يعني سرعة الجسم بتتغير بطريقتها ازاي كيف سرعة جسم تتغير كيف جسم يغير سرعته نوتن ساكند لو فورس قلنا بساو ماس تايمز اكسلراشن تمام يبالكوت له في التسارع والفورس از ميجرد انيوتن القوة تقاس بالنيوتن في النظام العالمي الوحدات اكسلراشن اوف غرافتي تسارع الجاذبية الارضية اللي هو بتاع الارض بقيمة معروفة وقيمة ثابتة هي عبارة عن 9.8 متر بير ساكند سكوير والويت اللي هو الوزن ده الوزن الوزن بيساوي ايه الوزن بيساوي ماس تايمز غرافتي مع معروف طبعا دايما يبانا عندي في قوة قوة العادية ماس تايمز اكسلراشن لكن الويت برضو وزن لكن الوزن جسم بيسقط الجسم ده له وزن له ويت برضو قوة بس لكن كتلة في مين في تسارع لكن تسارع الجاذبية الارضية يبقى كتلة في الجرافتي تمام مثلا المونز المونز بتاعته واحد على ديفجان باي سيكس اوف زي ايرس سوتس تمام سوتس الجرافتي بتاعت الارض الانشيء طبيعي لان الارض اكبر من القمر وبالتالي تسارع الجاذبية الارضية للقمر سوتس بتاع الارض يعني التسارع الجاذبية للارض ست مرات كدبين سكس تايمز كدب المونز غرافتي مثلا اذا كان وزنك ربعمية وعشر نيوتن على الارض حيب وزنك على قمر كام يعني يبقى فور هندرد توينتي مضروبة في سكس تمام سيبقى يديني سفينتي نيوتنس اذا كانت الكتلة كتلتك واحد وربعين وخمسة من عشرة كيلو جرام كتلة الطفل موئن ايرس على الارض هو تزيور ماس انزمون شيء طبيعي انا اول حاجة عايز مين انا عايز الوزن ده القوة الويت اضرب الفور فورتي وين بوينت فايف مضروبة في تقريبا اللي هي ناين بوينت ايت اللي هي تقريبا تن يعني فور هندرد ففتين نيوتنس ده عبارة عن الوزن وزن الطفل ده على الارض عايز هذه الكتلة او اجيب الاول وزنه على القمر تمام اضرب يبقى فور هندرد ففتين مضروبة في سكس تقريبا برضو سفينتي سفينتي نيوتن بس نعايز الكتلة يبقى سفينتي على تن لان العلاقة بين الكتلة والوزن الوزن على الجرافتي يديني الكتلة تمام يبقى هذا يبقى كتلة على القمر سبعة كيلوجرام الويت از اميجر اوف زا فورس هو مقياس للقوة بتاعت مين اوف جرافتي مقياس للقوة الجاذبية on the mass of an object مقياس للقوة الجاذبية المؤسرة على كتلة الجزم تمام وتقاس بين والوزن ده يقاس بين نيوتنس برضو نيوتنس برضو ان القوة نيوتن ساكن لو one rook with five نيوتن the other rook with half نيوتن يبقى احد الصخور بيوزن خمسة نيوتن ينهي الكبير ده تمام الاصغير ده بيوزن خمسة من عشرة نيوتن how much more force will be required to accelerate the first rook at the same rate as the second rook ما هي كام حتكون القوة تمام how much more القوة دي اللي بتأثر على على الصخر الاولاني تمام حتكون بقدار كام عشان تساوي قوة بتأثر على الصخر التاني او الحجرة التانية بحيث ايه يتسارع بنفس المعدل يعني كلاهما هيتسارع بنفس مين المعدل ten times as much لان ده لان ال five نيوتنس هي عبارة عن ten times half نيوتن بالتالي يبقى انا محتاج قوة هذه القوة ten times as much as for عشان تأثر على الصخر الاول كد بالنسبة للصخر التاني عشان يتسارع تمام as the same rate تمام وكلهما تسارع بنفس المعدل السلام عليكم ورحمة الله نستكمل المرة القادمة بإذن الله